في سورة البقرة دعاء إبراهيم عليه الصلاة والعفظ السلام رب اجعل هذا بلداً آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمنوا بالله واليوم الآخر إجعل هذا بلداً بالتنكير في سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن أعبد لي على الأصناع اجعل هذا البلد بعل العهدية سمها إيش؟ العهدية لأنه حيني اجعل هذا البلد أي بلد؟ بلد معهود معروف وهو إيه؟ مكة شرفها الله وصنها سمها إيش؟ العهدية واضح طيب لما عرف هنا ونكر هناك والداعي واحد ويبدو إيه؟ الموضوع نفسه لا الموضوع ليس نفسه من أحسن ما قيل في كشف سر هذا التشابه بين الآيتين كأن الزمقشرة أول ما لفت إليه رحمة الله علي قال الدعاء في البقرة قبل أن يتبلد البلد كان مجرد إيش؟ وادياً متصحراً ليس فيه لا ماء ولا زرع ولا بشر لا يرتدوا أحد فقال رب اجعل هذا بلداً اجعل هذا بلداً هذا مفعول به أول طبعاً هذا مبني على السكون لأن نسم إشارة تشوف البلد بدل من إيه؟ من هذا آمناً فهذا بعد إيش؟ أن تبلد البلد بعد إيه؟ أن تبلد صار بلداً هو فيطلب له إيه؟ الآن الأمان البلد الذي تبلد أما في تلك فيطلب أن يبلد البلد ويجعله آمناً فبعد أن تبلد البلد يطلب له ماذا؟ الأمان يجعل هذا البلد آمناً هناك طلب شيئين وهنا طلب إيش؟ شيئاً واحداً شيء عجيب وهذا معقول ومفهوم لأن إبراهيم أول مجاء أول مرة ما كان فيه بلد صحيح فإذا لابد إيش؟ أن يطلب إيه تبليده ولما جاء بعد إيه؟ أن تبلد البلد طلب له ماذا؟ الأمان طلب له الأمان طيب